أحباء التلاميذ، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ها نحن قد التقينا من جديد لتقديم درس في مادة اللغة العربية للسنة الخامسة من التعليم الابتدائي عنوانه هو الألف اللينة مقصورة وممدودة في الأسماء والأفعال والحروف أما الهدف من هذا الدرس فهو رسم الألف اللينة مقصورة وممدودة ورسمها رسماً صحيحاً هذا الهدف هي بناء الاكتشاف الوضعية إذن أملة الأم عليك العبارة الآتية قضى مصطفى العطلة بفرنسا على شاطئ البحر ثم سألتك قائلة ما سبب الاختلاف في رسم الألف لنتعرف على ذلك هيا بنا من جديد لتأمل الأمثلة إذن لاحظوا معي هذه المجموعة إذن فكلمة عصان كتبت الألف اللينة ممدودة في آخر الكلمة ما هو السبب؟ إذن الكلمة عبارة عن اسم ثلاثي بمعنى أن عدد حروفه ثلاثة ما هو السبب أيضاً؟ إذن سبب كتابة الألف اللينة ممدودة لأن أصل الكلمة واو عصان إذا حولناها إلى المثال تصبح عصوان وإلى المثال الآخر قضايا رؤية عليا إذن هذه الكلمات أيضاً كتبت في آخرها ألف لينة ممدودة ما نوع الكلمات؟ الكلمات أيضاً عبارة عن أسماء غير ثلاثية ما سبب كتابة الألف اللينة أيضاً ممدودة؟ لأن الألف الممدودة مسبوقة بياء وإلى المثال الآخر آسيا فرنسا إذن فكل كلمة انتهت بألف اللينة ممدودة وهذه الكلمات أيضاً هي عبارة عن أسماء أعجمية والأعجمي هو المنسوب إلى العجم بمعنى أنه غير عرابي الألف اللينة ممدودة تكتب في آخر الاسم الثلاثي كما أنها تكتب أيضاً في الأسماء غير الثلاثية إذا كانت مسبوقة بياء والآن سنتعرف على الحالة الأخرى إذن الألف اللينة ممدودة في الأفعال والحروف إذن لاحظوا معي دانا ناما فقد كتبت الألف اللينة في آخر الكلمة ممدودة إذن ما نوع هذه الكلمات هي عبارة عن أفعال؟ هذا الفعل عدد حروفي ثلاثة إذن ما هو السبب إذن؟ السبب هو لأن أصل كل فعل واو إذن فنما إذا حولنا إلى الفعل إلى زمن المضارع نقول ينمو بمعنى أن الألف تنقرب إلى واو أما كلا هلا إلا ألا لا فهذه الكلمات أيضا انتهت بألف اللينة ممدودة لماذا؟ كل هذه الكلمات عبارة عن حروف إذن تكتب الألف اللينة ممدودة في الأفعال وفي الحروف أيضا تكتب الألف اللينة ممدودة في كل اسم وفعل ثلاثيين إذا كان أصل الألف واو وتكتب أيضا في الأسماء الأعجمية أي غير العربية وفي الإسم غير الثلاثي إذا كان قبل الألف ياء وفي بعض الحروف عرفنا على الألف اللينة ممدودة في الأسماء والأفعال والحروف ننتقل الآن إلى الألف اللينة مقصورة في الأسماء إذن وإلى المثال الأول فتن هاته الكلمة لما كتبت بألف اللينة مقصورة؟ لنتعرف على ذلك هيا بنا لمعرفة نوع الكلمة إذن فتن عبارة عن اسم ثلاثي بمعنى أن عدد حروفه ثلاثة بما أن هذا الاسم هو عبارة عن اسم ثلاثي عدد حروفه ثلاثة إذن لمعرفة أصل الألف فإننا نقوم بتحويلها إلى المثنى إذن ففتن متناها فتيان وإلى المثال الآخر موسى عيسى كسرى بخارة ما له الألف أيضا؟ إنها ألف لينة مقصورة ما له الكلمات؟ اسم إذن ما هو السبب؟ إذن هذه الكلمات عبارة عن اسماء أعجمية بمعنى أنها منسوبة إلى العجم يعني بمعنى غير أستسمح بمعنى غير عرابي مصطفى مستشفى سفلة إذن ما لوع الألف؟ إنها ألف لينة مقصورة ما لوع الكلمات؟ كل هذه الكلمات هي عدد حروفها فوق الثلاثة إذن ما هو السبب أيضا؟ السبب لأن مصطفى مستشفى سفلة هذه الكلمات بالإضافة إلى أنها فوق الثلاثة فيجب أن تكون تلك الألف غير مسبوقة بيا مقصورة في الأفعال والحروف فكلمة جرى بكا ما لوع الألف؟ لقد كتبت الألف مقصورة ما هو السبب؟ إذا كان أصل الألفية فجرى إذا قمنا بتحويل الفعل من الزمن الماضي إلى المضارع فالألف المقصورة تنقلب إلى ياء وإلى المجموعة الأخيرة إلى على حتى بلى هاته 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 الكلمات كتبت تنقلب فيها الألف اللينة مقصورة وتكتب في بعض الحروف أيضا هاته هاته عصا 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 عصوان وفي الأسماء غير الثلاثية إذا كان قبل الألفية قضايا وفي الأسماء الأعجمية مثل كسرا موسى موسيقى عيسى وفي آخر بعض الحروف مثلا لا إلا كلا لولا الألف اللينة مقصورة في آخر الأفعال الثلاثية التي أصل ألف هاياء مثلا جراء يجري تضاء يقضي وفي آخر الأسماء الثلاثية التي أصل ألف هاياء مثلا فتى وفي آخر الأسماء الأعجمية بخارة كسرا وفي بعض الحروف مثل إلى على حتى هكذا أبنائي نكون قد أنهينا هذا الدرس وأتمنى أن تعم الفائدة وإلى التطبيقات لمعرفة مدى فهمكم للظاهرة الإملائية المدروسة سأزودكم بهذا التمرين إذن أملأ الفراغات بالألف اللينة المناسبة إذن أفكر جيدا ثم أجيب وسنلتقي بعد قليل من أجل التصحيح هل تمكنتم من الإجابة إلى التصحيح إذن أملأ الفراغات بالألف اللينة المناسبة رأى فتن إذن كلمة فتن كتبت بألف لينة مقصورة لأن الكلمة عدد حروفها ثلاثة كما أننا إذا حولناها إلى المثنى فتنقلب تلك الألف إلى فتيان رأى فتن طائراً صغيراً هوى هوى عبارة عن فعل ثلاثي إذا قمنا بتحويله إلى زمن المضارع ذن هوى تنقلب الألف إلى ي من أعلى شجرة أعلى أيضاً تكتب الكلمة بألف اللينة المقصورة لأن عدد حروفها فوق الثلاثة جثى على ركبتيه حتى أمسكه جثى فعل ثلاثي إذا حولناه إلى زمن المضارع جثى ججثو تنقلب الألف إلى وعلى من الحروف التي ترسم بألف اللينة المقصورة حتى أيضاً من الحروف التي ترسم بألف اللينة المقصورة حتى أمسكه فرمى به في قفص أحضره له عمه من ألمانيا رمى عبارة عن فعل ثلاثي ينتهي بألف اللينة المقصورة لأننا إذا قمنا بتحويله إلى زمن المضارع فرمى مضارعها يرمي ألمانيا من الكلمات الأعجمية التي تنتهي بألف اللينة ممدودة هكذا نكون أحبائي قد أنهينا درسنا لهذا اليوم وإلى لقاء آخر إن شاء الله شكراً للمشاهدة